السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي ننقل حساب الجيميل من الاندرويد الى الايفون بجميع البيانات الموجودة عليه سواء الرسائل او الصور او جهات الاتصال هنشوف الطريقة مع بعض ده التليفون الاندرويد الموجودة عليه حساب الجيميل وده التليفون الايفون اللي هننقل عليه حساب الجيميل هنيجي هنا على التليفون الاندرويد ونفتح تطبيق الجيميل هضغط على الدايرة الموجودة هنا هتفتح معنا الحسابات الموجودة على الموبايل هنشوف الحساب اللي احنا عايزين ننقله وليكن مثلا الحساب ده بعد كده هنروح على الايفون هنفتح الاعدادات هننزل لتحت هضغط على البريد هضغط على الحسابات بعد كده هنضغط على اضافة حساب هنختار جوجل هنا بيطلب منك تكتب حساب الجيميل هتكتب الحساب الموجود عندك هنا زي ما هو بالزبط وبدون اي مسافات عشان يقبل معاك بعد كده هننزل لتحت هنضغط التالي هنا بيطلب مني كلمة كسر هضغط على عرض كلمة المرور عشان اشوف كلمة المرور وانا بكتبها بعد كده هضغط هنا واكتب كلمة السر هنزل لتحت واضغط التالي في هنا ملحوظة لو انت انفع الميزة التحقق بخطوتين على حساب الجيميل هتفتح معاك صفحة التحقق بخطوتين الموجودة عندنا هنا وهيرسلك رسالة التحقق على التليفون الاندرويد هيسألك هل تحاول تسجيل الدخول هتضغط نعم بعد كده هتضغط متابعة هتفتح معاك الصفحة الموجودة قدامنا دلوقتي اما لو انت مش مفاعة الميزة التحقق بخطوتين على حساب الجيميل هتفتح معاك الصفحة دي بشكل مباشر بعد ما تكتب كلمة سر حساب الجيميل هنيجي هنا على المربع الموجود جنب اختيار الكل ونضغط عليه عشان نفعله بعد كده هننزل لتحت ونضغط متابعة بعد كده هنضغط على حفظ كده احنا اضفنا حساب الجيميل للآيفون وعشان اتابع حسابي الجيميل بسهولة واشوف الرسائل الموجودة عليه هروح على اب ستور وهحمل تطبيق الجيميل هفتح اب ستور هكتب هنا في مكان البحث جيميل هعمل بحث هضغط على تنزيل الموجودة جنب تطبيق الجيميل بعد كده هضغط فتح هضغط على جوجل هضغط متابعة هضغط هنا واكتب نفس حساب الجيميل اللي انا نقلته هضغط التالي هكتب كلمة السر هضغط التالي هضغط تسجيل الدخول هضغط سمع كده فتح معنا تطبيق الجيميل وهلاقي هنا الحساب وجميع الرسائل الموجودة عليه كمان هلاقي جميع جهات الاتصال الموجودة على حساب الجيميل اتنقلت للآيفون اي سؤال سبقه في التعليقات وبأمر الله هرد عليه اشتركوا في القناة